عمرك حسيتي بشعور انك اقل من البنات التانين وحس انك نفسك تغيري بحالك شي بس ما بتعرفي شو هو ممكن كل اللي بتفكري فيه هي اشياء خارجية مثل الشكل والمصاري بس كله ببلش من جوا وانا اليوم رح اشارك معك الخطوات اللي ساعدتني اني ابدأ بالتغيير واكوني البنت اللي كان دائما نفسي اكونها السلام عليكم يا حلوين انا هاتون انا كتير مبسوطة انكم معي اليوم اليوم موضوع كتير مهم وبهنيكي انه عم بتفكري بهاي الطريقة لانه اول خطوة لحل المشكلة هي الاعتراف فيها اذا بتحسي انه ما عندك ثقة كتير كبيرة بحالك سواء بالشكل بالطريقة اللي بتحكي فيها مع الناس بالطريقة اللي بتأدمي فيها حالك ويمكن كمان بمدخولك ويمكن بتحسي حالك انك عندك اشي غلطة بشخصيتك او بالتصرفات اللي بتتصرفيها هاي الخطوات ان شاء الله رح تساعدك كتير اول خطوة الغي الواقعية من قاموسك ممكن اشي مجنون اني احكيه واشي مش واقعي بس كل الاشياء الحلوة والكبيرة اللي صارت بالدنيا بلشت الفكرة بينت مستحيلة كان مستحيل انه نطير نحنا كبشر وكانت فكرة الطيران اشي مو معقول ومجنونة مو واقعية عبال ما اتنين اتطلعوا عصفور وحكوا بدي اكون مثله بدي اطير مثله وشو صار؟ الطيران جزء اساسي من التنقل ولولا الطيران ولولا هاي الفكرة المو واقعية كان ما عرفنا كيف شكل جزر هواي مثلا كان ما حدا راحة لبرج ايفل او اكتشفنا مخلوقات الله خلقها باماكن مختلفة بالارض كان ما عرفنا انه في طبيعة مختلفة واختلاف بالمناخ من مكان لتاني كل هاد من فكرة غير واقعية انتي ممكن تسألي انه كيف ممكن الواقع يتدمر حياتك لانه كلنا بنعمل او بوقت من حياتنا عملنا حدود لمعتقداتنا limiting beliefs مثلا انتي بالجامعة ونفسك تعملي مدخول وانتي بالجامعة بدون ما تروحي تأدمي على وظيفة وحابة تشتغلي online وبنفس الوقت تعملي مدخول 2000 دينار اردني بالشهر مثلا اول ما تفكري بالفكرة ممكن تكون اشي مستحيل اشي غير واقعي بس ليش مش واقعي هلا انه ما حدا نعمل هيك من قبل بس فيه راس بتعمل مدخول بالملايين مش بس الالاف بشغلهم online هو مش مش واقعي هو اشي بيبين مستحيل لانه نحنا خايفين limiting beliefs او الحد من المعتقدات او الحدود اللي بنحطها لمعتقداتنا هي اللي حققت هالفكرة بدماغنا فاللي بصير انه كل ما تيجينا فكرة مثل هيك بتبين انها مجنون شوي غير واقعية منصير نمنعها بس بسبب هذا الخوف لانه منصير نفكر بالكيف والمتى ومننسى الرغبة لجوات قلبنا فزي كأنك بتحكي لحالك انه رغبتك مو مهمة الاشي بيخوف مستحيل يزبط او ممكن نحكي انه حدا تاني ممكن يعمل هيك بس مش انا اعتقد انه هاي مشكلتنا من ايام المدرسة واذا انت بالمدرسة اكيد بتحسي بهذا الاشي دائما لازم واحدة بس اللي تكون الاولى على الصف مش اتنان دائما فيه تنافس على مكان واحد بس هالشي حط بدماغنا انه اذا حدا تاني عمله خلص هو او هي عمله ليش انا بدي اسويه خلص راح المكان مع انه بتكون هون رغبتك بس كيف لو ضبطت كيف لو فعليا فتحت المشروع اللي نفسك تعملي وانتي بالجامعة او اشتغلت الشوال اللي نفسك تشتغلي او قدمتي على الشركة اللي نفسك تقدمي عليها وكنت خايفة كيف لو فعليا انقبلت كيف لو فعليا عملت الالفين دينار اردني واكتر وانتي بالجامعة الاشي وهمي عبال ما يصير رح يصير حقيقتك رح تصير هاي هي حياتك من الاشياء اللي ممكن تعمليها عشان توقفي تكوني واقعية وتبطل تدفلي رغباتك بسبب هاي المعتقدات الشائعة اول شي تصدقي انتي من جواتك انه هاي الاشياء ممكنة اليك خلينا نحكي انه في مطعم كتير فخم وانتي حاب تفتي بس اللي بقدروا يفوتوا عليه انه بس خمسين شخص ممكن تحكي مستحيل يكون الي انا مكان يعني مستحيل اقدر افوتوا حدا تاني رح يلاقي انا بدي تغيري كلمة مستحيل الاقي مكان لا ليش مش انا في اماكن ليش مش واحد منهم يكون الي ليه مو انتي تاني شي لا تشاركي افكارك وطموحاتك مع الناس اللي بتخبط المعنويات او مع الناس اللي بين قصين الواقعية اذا انتي حاب انك مثلا يكون جسمك كتير رياضي وانتي بالمدرسة وحاب انك تبلشي تعلمي ناس وتكوني كوتش بهذا العمر ما في اي اشي بمنعك بلشي حطي الشوالي المفروض تحطي عشان توصلي للاشياء اللي انتي حبيتها وانتي عارفة انه رح يصير بإذن الله لا تشاركي مع اي ناس ممكن يتحسسك انه مستحيل هلا مرات نحنا بنشارك مع ناس هاي الاشياء عشان يمكن بدنا اياهم يحكوا لنا لا ما بزبط عشان نحنا من جوا خايفين هذا الاشي اسمه confirmation bias هو انه تحيز التأكيد بمعنى الميل الى تفسير الادلة الجديدة على انها تأكيد لمعتقداته او نظرياته الموجودة يعني نحنا من جوا منكون عارفين انه عندنا هذا المعتقد اللي خلص بدنا اياه يتحقق فمنصير ندور على اي دليل يثبت مثلا يثبت هذا الاشي مثلا عندك اعتقاد انه الصحبات مو منح بالمرة وكل الصحبات بيغاروا وكلهم مو كويسين احذري شو البنات اللي رح تتلاقيهم بحياتك البنات اللي بيحملوا نفس الصفات اللي انت ما اعتقديتها عنهم لانه بتصير الدوري ع هدول الناس بدماغك اللاواعي ادماغ اللاواعي ما بفهم شو بصير بالحياة الواقعية اللي نحنا منعيشها هو بس بخلينا نعمل الاشياء او ما نعملها بناءا على مواقف صارت معنا زمان او اشياء اسمعناها من اهلينا او الناس اللي حولينا اللي حققتنا هاي المعتقدات فنحنا بدنا نفهم دماغنا اللاواعي انه لأ هاي مو الحقيقة الدائمة رح نحكي عن هذا الموضوع اكتر بالفيديوهات الجاي ثالث اشي تعملي عشان توقفي تفكيري الواقعية انك تعملي اشي اسمه vision board هو زي صورة فيها مجموعة صور هاي الصور بتمثل حياتك اللي انتي نفسك تعيشيها البنت هاي اللي انتي نفسك تكونيها كيف بتلبس شو بتشتغل كيف مصريها كيف بيتها كيف شخصيتها شو الاشياء اللي بتحب تعملها كيف جسمها شو بتاكل كل اشي انتي حاب بتكوني قد ما هو مبين بنقصا مش واقعي كل رغباتك اللي نفسك تكون حطيها بهاي الصورة وخليها خلفية لتليفونك او اطبعيها خليها قدامك او بدفترك اللي داما تستخدميه انا حطيت هاي الاشياء من الاشياء اللي كانت مستحيل انها تصير بالنسبة الي اني اكون رياضية اني فعليا احب الرياضة واحب اكل اكل نظيف وصحي كان هاد اشي بالنسبة الي مستحيل ومو واقعي صراحة عبل ما صار عبل ما هذا الاشي صار حقيقة وجسمي كتير تحسن عن قبل وصرت فعليا احب العب الرياضة صرت احب اكل اكل صحي وما اشتهي الاكل الممني الا قليل كتير وعم بتحقق اشياء كتير عندي اياها على الفيجن بورد مش لانهم موجودين على الفيجن بورد تحققوا لا لانه شفت بشكل اكبر بصورة اكبر كيف انا بدي حياتي تكون وصرت اشتغل عليها شوي شوي واكيد هذا الاشي في فضل الله رابع اشي امني ايمان حقيقي وصادق من قلبك انه الله قادر على كل اشي نحنا منفكر انه بس لازم نتعذب بالدنيا والناس اللي محققة كل احلامها هاي ناس مو قريبة من الله مثلا انا هادا كان تفكيري قبل بس هادا اعتقاد خاطر هاد واحد من الليمتنج بليفس اللي حكينا عنها الله بيحكي انا عنده ظني عبدي بي اذا ظنيت بالله انه مستحيل يعملك اللي انت نفسك فيه وهاي كل اعتها حياة وردية مستحيلة تصير هذا اللي رح تخديك واذا ظنيت انه الله قادر على كل اشي ورح يرزقك بالاشياء اللي انتي بدك اياها طول ما انتي بتشتغلي على هاي الاشياء وقريبة من الله وبتدعي سدقيني رح تصير انا فيه اشياء ما عمري بحياتي توقعت انها تتحقق ممكن اشارككم بتجربة الي انا كان عندي مشكلة انه دائما كنت احس اني مجروحة وكنت حاسة انه قلبي جد بيوجعني مثل ما مثلا ايدك بتوجعك كيف بتحسي فيها انا هيك كان كنت هيك احس بقلبي وكان بدي اني اتغير هاي رغبتي انه ابطل احس زي هيك ما كان بدي هيك الحياتاتي تكون بس كنت افكر انه هذا اشي بده شغل سنين لازم اروح لدكتوري نفسية لازم اعمل الف اشي عشان يروح عبالما بيوم ما قدرت اتحمل وامنت من جواتي انه الله قادر على كل اشي ودعيت له انه يا رب خلص خلصني من خلصني من هذا الوجع اللي انا بحس فيه اول ما خلصت الدعوة والله العظيم راح الوجع تماما يعني زي كأنه حسيت قلبي انه زمان ما حسيت فيه هيك هذا اشي خلاني اقامن بقوله كتير لانه الوجع الداخلي اشي صعب توصلي له صعب مرات انك تعرفي ليش وتغيري يعني مش اشي انه فزيكلي you can remove it ما بتدري انه هكا فعليا تقومي بس الله على كل اشي قادر جد هاي النقطة بتوصلنا للنقطة التانية من بداية التغيير تاني شي امن انه الله معك لما تزيد ايمانك بالله وتكوني اقرب اله بتصيري تطلع على الحياة بطريقة مختلفة تماما لما نتعزز التوكل بالله وتعززي حبك اله بتصيري تبلشي تحسي بحبه اليك حياتك كلها رح تتغير لما الله يفوت بحياتك اكتر وتصيري تصلي بخشوع وتعملي الاشياء اللي بترضي الله رح يبارك لك بكل اشي بتعمليه بس لو بلشت تحكي مثلا بسم الله قبل ما تعملي اي اشي وتبلشي تركزي انه هو معك وين مع انتي وهو عارف الي جواتك اكتر من اي حدا واكتر من حالك رح تبلشي تحسي بسكينة وطمأنينة من اهم الاشياء هو تقربنا لالله لانه لو لا ولا اشي رح يزبط ولو زبط ما رح يكون فيه البركة اللي بتخليه كل اشي احسن ويدوم وعليه اجر كمان لما يزيد ايماننا بالله اكتر منبطل نظن ظن سوء اللي هو فعليا بيأثر علينا نحنا اكتر من الحدا اللي منظن فيه ظن السوء منصير بدنا نعمل اشياء احسن بالحياة وبيبطل بس همنا الدنيا بصير هدفنا الاخرة والدنيا بتبطل هم بتصير ايام حلوة عم نعيشها ولو فيه اشياء سيئة ايماننا انه الله رح يخلي كل اشي احسن هو وعدنا بهيك انه مع العسر يسره بلش يخلي الصلاة جزء لا يتجزأ من اليوم هو جزء من اليوم انتي بتحبي تعمليه لانه هاد لقائك مع اللي خلقك واكتر حدا واشي انتي بتحبيه هو الله فعليا الادام بيحكي حيا على الصلاة حيا على الفلاح الفلاح هو نجاح نجاحنا بالدنيا والاخرة ولولا الله ما رح يزبط التغيير الخطوة الثالثة لبداية التغيير اعملي تختك وجهزي حالك كل يوم الصبح هلا قبل ما تطلع من الفيديو تكرهيني للأبد انا كمان ما كنت احب اعمل تختي ومبدأ اني اعمل تختي كان اشي بالنسبة الي كتير غريب انه ليش اعمله انا رح ارجع اعود فيه كمان مرة مش منطق وبرضو ما عندي وقت عبان ما بلشت اعمله وبلشت اشوف الفرق انا بلشت اردت بتختي وانا بالمدرسة وفعليا اصريت انه هذا الاشي اللي انا بدي اركز عليه هلا انه اردت بتختي كل يوم الصبح شفت انه جزء من عقلية تغير فيه اشي جواتي خلاني ابلش كل رحلة التغيير اللي انا مبلشتها من ايام المدرسة خطوات اللي ساعدتني اذا بتفكري فيها نحنا متى فعليا منحتاج التحد انه منحتاجه منحتاجه لما بدنا ننام لما بدنا خلاص ما نعمل ولا اشي هلا غير انه تشوفي سواد لانه انتي تعبانة ومحتاجة ترتاحي وتغمضي عيونك انتي شو بتحكي لدماغك لما هذا التحد دائما يكون جاهز انه تنامي فيه بتحكيله انه انا ما بدي اعمل ولا اي اشي اليوم واذا عملت اشي انا مجبورة اعمل هيك انا المفروض هلا اكون نايمة انا المفروض اظني نايمة رح تضلي حاسة حالك طول اليوم نعسانة وزهقانة وهيك عندك خمول بس لما نترتبي تختك فيه اشي لو جزء بسيط جواتك بتغير فيه اشي بحكي لك انه انا جاهزة لليوم ومش بس اتخذ لما نتجهزي حالك كل يوم الصبح حتى لو ما عندك دوام وانتي معطلة وحتى لو ما عندك مدرسة وحتى لو انه ما في مكان تروحي لو بس بتروحي عالدوام وهيك خلص مش فارق معك وبتروحي عالمدرسة وانتي مو مزبط حالك ما تعملي هيك بلشي جهزي حالك كل يوم حتى لما نتروحي عالمدرسة جربي اشتري مثلا بوكل جديدة اعملي تسريحات جديدة حاولي تلبسي جاكتات جديدة اعملي سكنكير اخسلي وجهك وزبطي شعراتك وحطي مرطب وواقي شمس خلي كريم معك دايما ومرطب لشفايفك واعتني بحالك عن جد حتى وانتي مش طالعة البيسي لبسي انتي حاسة حالك حابة تلبسيها اليوم حتى لو كانت كتير اوفر حتى لو حابة تعملي ميكوب وهايك عن جد اعملي زي هيك انا اكتشفت انه في جزء من حياتي كان انه لازم زي اللي اعرض للناس انه هيك مودلينج كاتوك انه اذا بزبط حالي بس بزبط حالي لما الناس يجوا لما اعتني بحالي بس اذا الدنيا عيد او طقط بدماغي مثلا او خلص اجي عبالي بس لما امت هذا المعتقد من دماغي وصرت ازبط حالي كل يوم حتى لو انا مش طالع وحتى لو طالع بس على السوبر ماركت اكون لابسة اشي انا حبيته وحاسة حالي فعليا حلوة ومبسوطة بحالي جد حياتي تغيرت تماما لانه لما تكوني مبسوطة بحالك تكوني مبسوطة بكيف لابسة ومترتبة رح تحسي بشعوري كتير حلو ورح يخليكي تعملي اشياء منيحة وحلوة فدايما اهتمي بشكلك وتذكري انتي ما عم تعرضي لأي حدا وما يهمك شو الناس بتشوف اشي حلو او لا انتي من جواتك شو حابة تلبسي شو حابة تعملي وبلش اعملي هيك ثقتك بحالك رح تتغير ونفسيتك كمان رابع خطوة لبداية التغير ترابطي مع طاقتك الانثوية هاد موضوع كتير واسع ورح نحكي عنه كتير هون لانه فعليا من اهم الاشياء اللي ممكن تتعلميها عن حالك ومن اهم الاشياء اللي رح يتغير لك حياتك هو هذا الاشي انا رح اعلمك في فيديوهات جاي اكتر كيف ممكن تعملي هذا الاشي بس من اهم الاشياء اللي حابة انك تعرف فيها انه الطاقة الانثوية مش مظهر خارجي هو اشي من جواتك رح ياكس على كل جوانب حياتك الطاقة الانثوية هي انك تبطل تفكري كتير بعقلك وتبلش تحسي بجسمك شو محتاج وما بحكي انه تبطل تفكري بعقلك انه نحنا البنات اغبياء لا مش هيك بس الله اعطانا نوع تاني من الذكاء هو الحد الحدس او الاحساس مش كتير مرات بتكوني حاسة انه مثلا هاي البنات مو منيحة او انه في اشي رح يصير اذا عملتي اشي معين وفعليا بصير هاد هو الاحساس هاد هو الانتويشن والله اعطانا هاد النوع من الذكاء اللي لازم تعرفيه انه هاد موجود عند كل البنات بس النسب مختلفة حسب كيف البنات بتتعامل مع حالها ومع جسمها متل ما حكيت لك هو انك تترك التفكير بدماغك وتبلش تفكري بجسمك جسمك شو حابب يعمل شو حابب يسوي مرات كتير بتكوني حاسة انه جسمك محتاج مثلا ياكل فواكه مثلا او تشرب اعشاب بس اللي منعمله انه منتكسلان او منحكي لا انا مو محتاجة هالشي هلا بس ايجا عباري بس فعليا جسمك بيكون محتاجه لما تعملي انتي هيك اللي بتحكي لحالك انه جسمي انت مش مهم انا ما رح ارد عليك فرح يبطل يحكي لك رح يصير صوته شوي شوي خف بلش اسمعي ده جسمك اذا حسيتي انك حابة مثلا تطلعي تمشي اطلعي امشي وما تترددي حتى لو عندك امتحان بكرة يمكن جسمك فعليا محتاج هاي القزدورة حتى يحس حاله احسن وبعدين رح تردي تدرسي احسن من قبل يمكن جسمك بيحكي لك هاي البنت نحنا مش لازم نكون صحبة معها وانتي لسه هلا تعرفتي عليها بس خلص انتي حاسة انه هاي البنت ما رح تكون صحبة منيها ردي عجسمك ردي عحادسك هاي قدرة من عند الله اعطانا اياها الله بيكون بيحكي معنا مرات من خلال هذا الحدس واكيد انا مع عم بفتي من عندي رب العالمين بيحكي لنا بالقرآن واوحينا الى امي وموسى ان ارضعيه فاذا خفتي عليه فالقيه في اليوم ولا تخافي ولا تحزني انا ردوه اليك وجاعلوه من المرسلين التفسير لا واوحينا الى امي وموسى يعني قضفنا في نفسها يعني اعطاها هذا الحدس هذا الشعور هي حست انه هيك لازم تعمل عشان ابنها ما ينقتل من جيش فرعون لو ما عملت هاي الفكرة الغير واقعية كان والله اعلم موسى عليه السلام مات كل ما بتترابطي مع الله رح يصير يحكي معك من خلال هذا الحدس كل ما بتترابطي مع جسمك جسمك رح يصير يحكي لك اللي هو بحتاجه واللي انت هلا محتاجه تعملي لا تنشي حالك موضوع الطاقة الانثوية موضوع كتير كبير وكتير حلو انه نتعلمه ونعرف عنه اكتر لا تخافي انا رح اساعدك انك تترابطي مع حالك اكتر وتحبي حالك اكتر بالفيديوهات الجاي خامس خطوة واخر خطوة ممكن تعمليها لبداية التغيير هي انك تبل شي تكتبي هلا انا ما كنت احب اعمل هيك كنت افكر اشي تافح انه ما في داعي اعمله بس بعدين اكتشفت انه جزء مني فعليا خايف اني اكتب لانه كل ما اكتب كل ما عم باكتشف اشياء زيادة هلا ممكن تتدايقي لما تكتبي يمكن تكتشفي اشياء من جواتك اكتر بس هذا الاشي كتير مهم وكتير مفيد اليك انك تكتشفي شو المشاعر اللي بتحسيها من الاشياء اللي ممكن تعمليها انه مثلا تبلشي تكتبي انتي شو حاب بتغيري بحالك واكتبي هذا الاشي رح تكتشفي اشياء انتي ما بتعرفي عن حالك اكتبي كل المشاعر اللي حستيها اي شعور سيء حستي فعليا اكتبي خلي اليك دفتر خاص بهاي الامور وشوفي كيف حياتك رح تتغير رح تبلشي تتعرفي على حالك اكتر يمكن تتدايقي من اشياء يمكن في اشياء ما بيكون بدك تكتشفيها عن حالك بس كل اشي بتكتشفي هو خطوة اقرب لانك تعالجي الجروح الموجودة جواتك هي خطوة اقرب لانك تبلشي تتغيري وتصيري البنت اللي انتي نفسك تكونيها اشي حابة انك تتذكري قبل ما يخلص الفيديو اليوم مش لازم تعملي كل هاي الاشياء مرة واحدة بيوم واحد اصلا هالاشي غلط كل اللي ممكن تبلشي تعمليه هلا اذا انتي مو قادر تتحكمي باي اشي بحياتك انك تعرفي انه التغيير ممكن مية بالمية كل الناس بتتغير وتقامني انه حياتك رح تصير احسن كل اشي خطوة بخطوة انا الهلا اللي عم بشتغل على حالي بكتير اشياء بس مش مفروض نظن نفكر بكل اشي ما عملنا بلشي فكري بكل اشي عملتي وانجزتي وفكري شو تعملي هلا شو حابة شو الاشي اللي حاسة انتي لازم تسويه هلا بلشي اعملي الخطوات اللي حكيتلك عنها شوي شوي وامني انه الله على كل اشي قدير انا كتير مبسوطة اني رح اكون جزء من رحلة التغيير تاتك واعرفوا انه انتو جزء من رحلة التغيير تاتي كمان ضلكم اامن بالله وامن بحالك شكرا كتير انكم اسمعتوا لهون رح اشوفكم ان شاء الله عن قريب بالفيديو الجاي ماسلامة